سادس حاجة طلبها الساد رئيس الجمهورية من الحكومة زيادة التوعية بشهادة أمل للمصريين اللي هي من 500 جنيه لـ 2500 جنيه وعايز يوسع القاعدة بتاعته آخر حاجة الانتهاء من قاعدة بيانات وطنية تضم مختلف البيانات القومية والمخطط الزامن لانتهاء منها سبع تكلفات المؤكد أن الحكومة هتسعى على أنها تعملها لأنها مهمة للغاية بلاش تشوفوني على الشاشة كتير وتعالوا نشوف فيديو رائع جدا من كم يوم كان دكتور طارق شوئي رئيس وزير التربية والتعليم بيعرض في مؤتمر صحف كبير خطته لتطوير التعليم في مصر خطته لتطوير التعليم في مصر عايز أقول لكم أن فنلندا هي الدولة الأولى في العالم مصنفة كده في التعليم تبقى فنلندا دولة الأولى في العالم وإنت بتعرف أن فنلندا هي الدولة الأولى في التعليم فبتسأل نفسك مجموعة من الأسئلة هل الحصص الدراسية كبيرة مثلا؟ يعني اليوم الدراسي اللي بيتلقى فيه تلميذ الدراسة بيبقى يوم طويل مثلا؟ يبدأ من سبع الصبح ينتهر خمسة مساء؟ هل الواجبات المدرسية اللي بياخدها التلميذ أو الطالب بتبقى كتيرة بعد ما بيروح البيت يبقى ساعتين ثلاثة؟ هل مساحة الفسحة أليلة علشان يركزوا مثلا؟ دي كلها أسئلة أحد المعلقين في التلفزيون الأمريكي راح في اللندا وحاول يجيب عن الأسئلة دي وعمل لنا فيديو جميل جدا هنعرضه بعد شوية عن التعليم في فنلندا وهتفاجأ بإجابة على الأسئلة اللي أنا طرحتها بشكل يمكن أن تتخيله الفيديو هيبقى جاهز بعد الدقيقة يا شباب جاهز طيب هلونا نعرض الفيديو عايزكم بقى تستمتعوا بهذا الفيديو هو في حدود ثلاث دقائق المعلق الأمريكي ده بيسأل وزيرة التربية والتعليم في فنلندا بيسأل مدير إحدى المدارس بيسجلك صوت وصورة كيف وصلت فنلندا إلى أن تكون الدولة الأولى في التعليم والدولة الأولى في التعليم هتفاجأ بالإجابة لكم فيها فصل دراسي بالعشر ساعات ولا واجبات قد كده شوفوا مفاجآت اللي بتأكد لك أن التعليم مش معضلة صعبة بس انصلحت النواي نشوف فنلندا في هذا الفيديو واللي خلاها تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث جودة التعليم بسيطة التعليم بسيطة التعليم بسيطة التعليم بسيطة التعليم كم إيشرة التعليم لقد كانت تقليم 10 دوح المتال 10 دوح المتال 20 دوح المتال 20 دوح المتال كلمتال الذي يريد انه كله اجلها بحيش استفادوا التوجه فهو أنهم يريدون الت Mediterrane لتطفق المتجهاد لكن إنه من المتجهد في كامل يمكنهم الدقيقة في علم الجحسة عن ربما للمعرض ايضا وهمهم يكون في المدير لقوم الهند وعرف كل الصور الذي يجري في المدير كمي شعر وقت سنوات أطلقه موميات يتنبه فيه موميات تجارية وقوميان سنوات بين المجهور انه مان الآن سيارة أرباحة لخول ميزة الأنسان؟ نعم كيف يتعلم شيئًا؟ كيف يتعلم شيئًا؟ يجب أن تتعلم شيئًا كل نحن إذا كنت تقنقل بشأنك تتعلم شيئًا وكذلك لا يسبب أن تفعل ذلك لذلك لذلك سنة 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 فيه المنزلين ومهلاً سنة في العالم العالم المصدرين البشرات ينحن المفاوضة للغاية من قد افرادل وليصد سلطرك كيف حسنا سبب أكثر تنظر القصول هو يårt جيد إنه ليس مختلفا وليس مختلفة التي يمكن أن تكون rondي هنا في مكاني لأن كلولولولولولولولвол associate هم كلقنا . المترجم للقناة المترجم للقناة من أجل ذلك أصبحت فنلندا الدولة الأولى في التعليم في العالم اوعى تفكر لما نتكلم على جودة التعليم يبقى ابنك يشيل على دهره شنطة فيها عشرات الكيلو جرامات من الكتب وكالريس أو أنك تفسد عليه ما تبقى من يومه في حياته الهومورك عندهم الواجب ما بياخدش عشر داي واليوم الدراسي ما بيزيدش عن ثلاث ساعات بس نشوف عمله ويه حبيت أوريكم الفيديو ده علشان يعني نشوف الدنيا والعالم وتعليم